اتحاد الكرة طبعا في انتظار عقد الجامعية العمومية يوم السبت ان شاء الله بإذن الله في جلسة يوم الخميس عاملها محمود طاهر وفي جلسة يوم الجمعة عاملها مرتضى منصور مع عضاء الجامعية العمومية وننتظر ان شاء الله بإذن الله يوم السبت والحد الجامعية العمومية لاتحاد الكرة لتعديل اللائحة وبعد كده ننتظر ان شاء الله بإذن الله انتخابات اتحاد الكرة اعتقد شهر 8 او 9 هناك عدة مجموعات دخلة أو عدة قوام لاستقرر المهندسانة بريدة حتى الآن على عدد من الأشخاص خلاص أكد مبارح في تصريح مع الإعلامي إيهاب الخطيب أنه هو هيخود الانتخابات بتشكيلة سبتة حتى الآن أعتقد أنه خلاص يعني قرب أنه في المجموعته هياخد اتنين من الصعيد حيتفع عليهم الصعيد وحياخد طبعا كابتن أحمد شبير كابتن حازم الهواري ودكتور كرم كورتي كابتن ده اللي من خارج اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام ده اللي استقروا عليهم حتى الآن لأنه هم يخودوا مع المهندس هانيا بريدة انتخابات اتحاد الكرة حتى الآن وانتظر مجموعة أيضا من عضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة اللي موجودين أعتقد هيكون موجود الكابتن أحمد مجاهد برضو يعني دي من الحاجات الأساء أعتقد أن دي زمالك برضو يعني متمسك بوجود خالد لطيف دي الرؤية اللي موجودة حتى الآن يعني من الوجوه الجديدة اللي هتأخذ انتخابات حتى الآن الكابتن حازم إمام وهناك اتصالات وهناك محاولات مع الكابتن محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السابق للدخول ضمن قائمة المهندس هاني أبو بريدة دي كواليس كده سريعة يعني بقولها لكم وكلام يقوله لكم ده مؤكد في حتى الآن من داخل اتحاد الكرة أعتقد أن فيه تلات نفار ممكن ياخدوا انتخابات ضمن قائمة المهندس هاني أبو بريدة من المجموعة اللي موجودة دلوقتي وطبعا دكتور صحر الهواري يعني مركة مسجلة هتكون طبعا موجودة على كرسي المرأة دول أعضاء كماعية مهمية لاتحاد الكرة والمهندس هاني أبو بريدة طيب